طيب مش عارف في حاجات كده ما بعرفش اسكت فيها في الحقيقة ولازم تحاول تربط الأحداث والأمور مع بعض واحدة واحدة كده نتكلم مع بعض بعد مباراة السوبر واللي حصل فيها بعد ما انتهت والعقوبات اللي خرجت وشوفنا العقوبات قد إيه كان الانتماءات هي اللي بتحكمها والانتماءات هي اللي قدت لعقوبات بشكل مبالغ فيه على لعابي النادي الأهلي في مقابل كانت عقوبات مخففة جدا على لعابي نادي الزمالك لما تيجي تقيس الأحداث تيجي تقيس التصرفات اللي حصلت بعد المباراة يعني لك أنت تخيل أن الكهرباء اتوقف لآخر الموسم ولك أنت تخيل أن لعابي نادي الزمالك شكبالا اتوقف 8 مباريات فقط أنا مش بعيد أحداث أو مش بسرد أمور خلاص تكلمنا فيها قبل كده لا الأمور لسه قائمة الكلام لسه قائمة الأهلي طلع بيان وتابعنا كل هذه الأمور والأحداث يعني فكان الاتفاق على إيه لما تكلمنا؟ الاتفاق كان على أن الانتماء هو الغالب في إصدار هذه القرارات لكن من الواضح أن أيضا مش قادرين هناك في الاتحاد أن هم يتغلبوا على جزئية الانتماء بدليل إيه؟ مباراة الكمة اللي ما تلعبتش أول مبارح اللي انسحب فيها نادي الزمالك كان طبيعي جدا الاتحاد بعد ما المباراة خلصت أو بعد ما الحكم أنها المباراة تلع قالك إيه؟ قالك مشهد مؤسف وأكيد هنأخذ الإجراءات اللازمة والقرارات المطلوبة النهار ده إيه؟ مباراة 24، النهار ده 26 فبراير هل حد سمع عن قرارات يا جماعة؟ هل حد سمع لأن اتحاد الكورة أو اللجنة الخماسية فيه قرارات خدوها؟ محد سمع عن حاجة طب ليه التأخر ده؟ إيه أسبابه يعني؟ يعني أنت ما بتخلص الملفات اللي عليك لإيه؟ هو ده ملف محتاج كلام؟ ده مش محتاج اللي اجتماع فيه مش هيخد وقت انت بتقعد كده؟ بتجيب اللوايح اللي عندك تمام؟ واتطبقها على الحدث اللي حصل ده على القصة اللي خلصت بيها مباراة اللقمب القصة المؤسفة بالمناسبة كمشهد للكورة المصرية ما كناش نتمناها أبداً 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 فإيه اللي مأخارك؟ إيه اللي معطالك؟ انتمائك برضو؟ انتمائك برضو هول معطالك؟ ولا أنت بتفكر إزاي؟ طيب اللي بخليني أقول كده ان في بعض الأمور وبعض الأحاديث في الوسط يعني بخصوص إيه؟ بخصوص الانتحاد المصري للكورة القدم بيحاول يأجل العقوبات على الناسي زمالك أشلهم عندهم ماتش مع الترجي في بطول الدورة أبطال أفريكي فمش عايزيننا أسر على معنويات اللعيب هل ده منطق؟ هل ده شيء يعقل؟ ده لو صحيح ده لو صحيح أنا بقول دايماً بحب أقرب من الجمهور دايماً بحب أتكلم في الأمور بيتكلم فيها الجمهور الكورة المصرية بشكل عام وجمهور النادي الأهلي بشكل خاص وده طبيعي الكلام في الاتجاه ده؟ طيب السؤال هنا هل الأهلي لو كان هو اللي انسحب من أمازل وده طبعاً عمر ممكنه هيحصل يعني يعني ده كده نستبعده من دماء كان ده كان مستحيل مش الأهلي اللي يعمل كده خالص خالص يعني لكن مفترض جدل مثلاً يعني لو كان الأهلي عمل كده كنت هتأخر العقوبات كنت هتاخد كل الوقت ده عشان تطلع عقوبات على النادي الأهلي ولا كنت هتاخد عقوبات سريعة تصدرها بشكل سريع على النادي الأهلي زي ما حصل كده وبتعنت بقى كبير وممكن حاجات ما تكونش موجودة في اللايحة تطبقها بتغليز هذه العقوبات على النادي الأهلي زي ما حصل كده على لاعب النادي الأهلي كهرباء ولا كنت هتستنى من الأهلي العموات السنداونز هو هنا ده سؤال بقى الناس هي اللي ترد عليه احنا بنترح أسئلة والمشاهدين هم اللي يرد لكن الموضوع في الحقيقة بقى واضح يا جماعة الموضوع بقى واضح وضوح الشمس واضح نفيه تعنط من الاتحاد المصر كورتقاد وبالمناسبة كلامنا مش عشان نادي زمالك هو اللي عمل كده لو أي نادي كان عمل كده كان لازم أن انت حضرتك تنجز في الملف ده هو مش محتاج طيب خلينا نتكلم مع بعض بالراحة يمكن يمكن المسؤولية على اللجنة الخماسية المسؤولية اتحاد الكرة مش عارفين اللوايح اللي عندهم ايه فتعالوا احنا نقول لهم اللوايح وبارعا ايه ايه هي اللوايح اللي ممكن حضراتكم تاخدوا بيها عشان تعاقبوا الفريق اللي انسحب من أمام نادي الأهلي أول مبارح في موراة الكبر ففي جزئيتين أو في لايحيتين اللايحة الأولى لايحة الاندباط والأخلاق لايحة لجنة الاندباط والأخلاق الانتحاد المصري لكرة القضاء زي ما حارفكم شايفينها كده ايه على الشاشة اللايحة دي بتقول ايه واحدة واحدة يمكن الناس مش واخدين بالهم فاحنا نحاول نساعدهم نحاول نوقف جنبهم معلش ما فيش مشكلة المادة 21 مخالفات وعقوبات الأندية في حالة ارتكاب النادي مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية في عدد من المخالفات المخالفات دي حوالي ايه 13 مخالفة احنا هنتكلم في المخالفات اللي تخص الوضع الحالي او اللي حصل في مباراة القمة بداية من رقم 3 البند رقم 3 قالك ايه قالك عدم تنفيذ الاجراءات او القرارات التي يصدرها او يتخذها المجلس او هيئات الاتحاد والجاني او اداريو المباريات في موعدها المحددة تمام ادي بند والإساءة الى الاتحاد او المجلس او الجهة النظمة او المسؤولين او عناصر اللعبة ده بيحصل كل يوم ركز معي البند رقم 4 ده بيحصل كل يوم محدش ولا كأنه هنا او بيس بيطلع يقول له تصرحات وما ينفعش ومش عارفين لك مفيش كالرب بتؤخذ وتنفذ مفيش تمام رقم 5 قالك التسبب في عدم اقامة المباريات الرسمية او الودية او العمل على افشالها او التلويح بعدم المشاركة فيها او الانسحاب منها قبل بدايتها لاي سبب من الاسباب والاخلال بمتطلبات تنظيمها او التسبب في تعطيل التقنيات الفنية في ادارة المباريات وده اللي حصل عندك بقى رقم 7 تعال معي الرقم 7 قالك التخلف عن احدى المباريات او الامتناع عن المشاركة فيها او الانسحاب منها قبل بدقها لاي سبب من الاسباب خلي بالك احنا بنتكلم كده على ايه الامور اللي في الحالة دي تقدر تاخد بخصوصها قرارات تمام؟ فكل الامور لحد دلوقتي دي حصلت عشان بتكلم في الثلاثاشر قرار انا بتكلم بالتحديد في ست بنود يعني الامتناع رقم تسعة الامتناع عن المشاركة او الانسحاب من احدى او كل المسابقات او التلويح بذلك ورقم حداشر استخدام عبارات او رفع شعارات تحوي غير ما يعزز الاخلاق والروح الرياضي كل دي امور تكاد تكون حصلت او هي مؤكد ان هي حصلت اول امبارة مؤكد وفي بعضها بيحصل كل يوم من خلال شاشات التلفزيون ومن خلال الحاجات اللي حراراتكم بتشوفوها اللي تحب بيعاقب بايه ده تبقى لليحة لجنة الانضباط والاخلاق بيعاقب بايه بقى تعالا كده قالك رقم واحد التحذير رقم اين التوبيخ رقم تلاتة غرامة مالية بحدة ادنى خمسون الف جنيه مصر رقم اربعة خسارة المباريات خمسة اللعب على ملعب محايد ستة منع اللعب في ملعب معين سبعة الحرمان من القيد تمانية الخصم من النقاط تسعة هبوط فريق النادي الى القسم الادنى استعاد من المشاركة في احدى المسابقات لفترة تحددها اللجنة إلغاء نتيجة المباراة لفرق النادي في مصابقة او اكثر مدع فريق او فرق النادي من المشاركة في احدى او كل المسابقات تلاتاشر الحرمان من الجائزة اربعتاشر سحب اللقب وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون تقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات يعملناش دعوه بالتسلسل انت بتشوف الحال اللي قدامك تمام وبتطبق عليها ايه اللي انت شايفه مناسب اللي انت شايفه مناسب خلي بالك مش اللي انت ممكن بانتماءك تحكم به خلي بالك لان دي جزئية مهمة فده فيما اتعلق بلجنة الاندباط والاخلاق في اتحاد المسر الكورت القنام وده العقوبات اللي بتتاخد او بعض هذه العقوبات اللي بيتتاخد بعد ما حدث فيه موارات اول امس موارات الاهل وزمائك وانسحب نادي الزمالك من مواجهة النادي الاهل لحد دلوقتي بخصوص لجنة الاندباط والاخلاق منتطبقتش اللايحة دي طيب ممكن واحد تاني يقولي ما فيه لايحة اخرى خاصة بلجنة المسابقات الماشي تعالي نجيب لجنة المسابقات قالت ايه لجنة المسابقات قالت ياريت تجيبها ليه عمارة اذا اعتبر اعتبر فريقا منسحبا واستكمل المسابقة تطبق عليه الجزئات التالية اللي هي ايه توقع عليه الغرامات المالية طبقا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس ادارة الاتحاد قبل بداية كل موسم اتنين خص عدد ست نقاط تعادل نقاط مباراة واحدة فوز من رصيده في نهاية الموسم بالاضافة الى اعتباره مهزوما في المباراة المنسحب منها ويعاد ترتيب الفرق او الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة يعني النقاط هي واضحة اللي تتخسم تمام تلاتة معاقبة كل من له الصلة خلي بالك بقى معاقبة كل من له الصلة بقرار الانسحب تبقى لتقرير الحكم والمراقبين وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بمطراء في هذا الشق لاستضاح واخذ القرار تبقى لللائحة مع عدم الاخلال بحكم المادة ستين من هذه اللائحة اللي هو انسحب من كأس مصر ادي لائحة لجنة المسابقات وقبلها لائحة لجنة الاندباط طب الوضع بالمناسبة خلي بقى لكم فيه اللائحة مكملة للاحة لجنة المسابقات دي كانوا اصدروها مع بداية هذا الموسم في شهر تسعة ودي كان بتتعلق في المواقف اللي احنا فيه بتتعلق بالغرامات المادية وكلام من ده تمام لجنة المسابقات سواء اللائحة دي او اللائحة دي انت لازم تبص هنا ولازم تبص هنا وتشوف ايه اللي انسب من الاثنين والذي ينفع مع الحالة بتاعت مبارات الكمة وتنفذ وتاخد قرار حضرتك لغاية دلوقتي مع كامل احترام والتقدير لشخص وكل واحد موجود في اتعادل مصر لكرة القدم او في اللاجنة خمسية لحد دلوقتي حضرتك مخدتش قرار وحاطة اعتبارات اخرى سواء بتتعلق بانتمائك او سواء بتتعلق بتعاطفك وخوفك على معنويات لعيبة معينة عشان ماتش جايه بتاعي هل ده منطق هل ده شغل احترافي لا طبعا مش شغل احترافي احنا حاولنا نساعد المسؤولين في اتحاد الكرة يمكن هم مشاخدين بالهم من اللوايح مشاخدين بالهم من القوانين اللي هم مفروضين تطبقوها اللي هم وعدوا بتطبيقها من خلال البيان اللي خرج بعد المشهد السيء جدا اللي مغاراة القمة اول لامس